في اللقاء الأخير من الرئيس بره والرئيس مئاتي كان فيه محاولة أخيرة لاستبيان إمكانية أن يمر الأمر عبر الحكومة طرح فكرة أو فكرتين بهذا الإطار بين الرئيسين لكن يبدو أن التوازنات داخل تلتي حكومة تصريف الأعمال معقدة لدرجة أنه لا قدرة على تمرير الأمر حكوميا ليش لا قدرة حزب الله وزراءه وساعته ما بيشاركه؟ باعتقادي أنا من الأساس من لما كان فيه فكرة أن يطرح الأمر بجلسة الحكومة في ذاك الخميس ما نمنع فيه ليلة نمنع أساس تمديد في حينه صارت تطورات ما بين الليل وصبيحة ذاك النهار بيّنت أنه فيه فريق أساسي قد لا يشارك بالجلسة إذا بدى الحكومة تتبنى هذا الأمر وأمر تاني الفلسفة تاعت المبررات التمديد الضعيفة لدرجة أنه يطاح بها بمجلس شورى الدولي بسرعة كبيرة ورئيس الحكومة لا يريد أن يتحمل مسؤولية قرارات عليها انقسام مش بس من خلال وجود طرف مسيحي أساسي حتى داخل السطعش لمفترض عم بأمنه منظومة الأمان وما بخفيك أنا وزير الدفاع موريس سليم زار عين التيني تقريبا من ثلاث أسابيع والتقى الرئيس بري بيوم خميس الساحة دعش ونص قبل الظهر وصار هوية نقاش حول الفرصة وصار نقاش حول إمكانية التعيين أن يعين قائد جيش ورئيس أركان وأعضاء مجلس عسكرية الرئيس بري ما حبز الأمر بالنقاش مع وزير الدفاع قال له اعطيني اسم رئيس أركان لنعينه رفض وزير الدفاع أن يقتصر الأمر على هذه الجزئية وبالتالي لم يحصلت فيهم هلأ يمكن بمنتصف هذا الشهر يصادف موعد الجلسة النيابية مع موعد جلسة حكومية مرتقبة ويكون الموعد بين الجلستان كتير قريبا بعضهم لكن يبدو أن هناك شبه يأس من أن تنجح الحكومة بتمرير الأمر من عندها هي يمكن تعيين رئيس أركان هو مسؤولية الحكومة ساعتها ستلقى كرة النار إذا بدك بحضن البرلمان اللي أصلا هو بعده عم يعاني من تشضيات المشهد الرئاسي وأنا برأيي كيف بدت تكون الاستفافات بالجلسة البرلمانية إذا قدر لها أن تعقد يمكن فيه اجتماع لهئة مكتب المجلس تنين صحيح واللي على ظلها بده ينحط جدوى الأعمال وشي مشوق أنه نشوف كيف بده تصطف القوى السياسية وكيف مين منسجب مع أدبياته ومين بيحترم أدبياته ومين بده يبين أنه خاضع لأمر العمليات الخارجية ما حدا عم بيقلل ستريتة من فعالية 45 سفينة أمريكية موجودة بالبحر أوف هلأ 45 سفينة أمريكية بالبحر هذي كرميل ترديد؟ لا هني معيار من معايير ثقل الحضور الأمريكي في جغرافيا هذه المنطقة واللي خلى الجريمة بغزة هلأد واضحة وهلأد رخصة القتل مفتوحة وهلأد الرئيس بايدن رح يدفع ثمن هذه الجريمة من ناخبيه الأمريكيين لما بتفوت أمريكا بشهر واحد بمنظومة الانتخابات حتى تشرين الأول من العام إذا بدي أرجع معك شوي على ملف التمديد وكأنه بحديثك منستشف أنه حتى الآن مش محسوم التمديد للعماد جوزيف عون لأنك لمحت أنه بعد فيه إمكانية لتعيين رئيس أركان ولكن كفيه معلومات مبارح بضوء الاجتماع اللي صار بين حزب الله والاشتراكي والرئيس الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ومبارح تيمور جنبلاط بعين التيني نحكى عن محاولة وأنه حزب الله جرب يمرق تعيين رئيس أركان تيفض هذا المشكل كله ولكن استضم برفض وليد جنبلاط لهذا الأمر حقيقة إذا بتلاحظ ريتها حزب الله لما سؤل عن هذا الأمر وهو بعد ما عبر عن موقفه بشكل رسمي لأنه بيربط موقفه الرسمي بوجود أمر رسمي على الطاول بمعنى أنه فيه اقتراح بالبرلمان هو موقفه بياخده بالبرلمان فيه باجتماع الحكومي موقفه حزب الله عبر عن أربعة لا مانع لا مانع لديه بالتمديد للعماد جوزيف عون إذا كان هناك توافق وبالمناسبة هون بس هائذا مهمة في لازم شرطية لما قيل أن الحكومي ستمدد كان الحزب مصر على أن يؤخذ موقف جبران بيسيل والتيار الوطن الحر بعين الاعتبار كيف رح يترجم هذا الموقف بمجلس النواب؟ هلأ بمجلس النواب برأيي أنا المسألة فيها التباس وفيها أحجيه أنه كيف سيكون موقف الحزب إذا دعي للجلسة وسيطرح فيها ملف هذا أمر حقيقة بعده بالنسبة لأيلي مش واضح بس هو قال لا مانع من التمديد لا مانع من التعيين لا مانع من تعيين رئيس أركان ولا مانع أن يتولى صاحب الأقدمية لكن هو يفضل بين هذه العناصر الأربعة ما ينص عليه القانون لبنص على الأنون أنه إذا كان هناك رئيس أركان موجود تقول إليه تلقائيا صلاحيات قائد الجيش لأنه هو الوحيد المؤهل بالتراتوبية لحمل وزر هذه المشؤولية سيب دكتور هلأ بموضوع وليد جومبلات أي يعني بقدر ما أنه عم ينقال وليد جومبلات منه أبلان بقدر ما تنقى المواقف عن مقربين لصيقين من وليد جومبلات منه الوزير سابق له احترام معين عند طرفي الثنائي بيقول أنه بالأخير موضوع رئيس الأركان قد يكون هو الملاذ والمخرج بأخر لحظة وبالتالي الأمر خاضع هل تستطيع أمريكا إرعابنا وإرهابنا في هذا الإطار أم أنه لا المعايير الوطنية الداخلية وتطبيق الأوانين هو الذي سيكون الحكم والفايصر في هذا دكتور أنا إذا بدي أمشي معك بالنظرية أنه الضغط الأمريكي مقصوطة أنت أنا عم بتسمع عليك وعن نقشك إذا بدي أمشي مع حضرتك بالنظرية اللي بتقول أنه هذا الضغط الأمريكي اللي عم يصمر هذا اللي عم نشوفه على صعيد المواقف والنزول إلى جلسة الشعية وتقديم اقتراحات طيب أمريكا تضغط على حلفاء شو اللي حشر رئيسنا به بره فأزا يدعى لجلسة مش ضغط أمريكي أيضا؟ هلأ ما في شك أنه الرئيس بره الأمريكان فاتحوا بهذا الأمر ويمكن حتى بإحدى الزيارات اللي كان فيها أموس موجود بعين التيني قبل نهاية اللقاء سألوا أنه بموضوع التمديد شو صار أشروا للوزير الشعية وقالوا نحن عم نتابع الموضوع نحن وياه لكن هذا لا يعني أنه الرئيس بره قد يكون دبلوماسي قد يكون مرن لكن لما بتلاقي أنه عنده كتلة بالبرلمان عنده 19-20 نائب إجي تقدمت اقتراح قانون بالتمديد حصراً لمن له رتبة عمال الرئيس بره مضطر على الأقل في إطار هذه الشكلية ريتها وبعيداً عن الضغوط مضطر يراعي خصوصيات العمل البرلماني وحق الكتل وبالتالي هو بده يدعي لجلسة شو رح يعمل هو بالجلسة؟ كتلته؟ كتلت التنمية والتحرير؟ كمان هيدا سؤال مهم أنا برأيي يحتمل تدقيق الموقف ما بتصور الرئيس بره علناً حاسم موقفه إله حساباته إله قراءته التاريخية لمسارات كثيرة ولعناصر إيجابية وسلبية بإطار العلاقة لكن كمان الرئيس بره حريص على العلاقة مع البطرق إذا بتلاحظي في علاقة غزل جديد لأب أبي كاسم طلعت البطرق على الجنوب طلعت الشقعال الخطيب نائب رئيس المجلس الشيعة بكركي يعني وهو يحاول أيضاً أن يراعي الخصوصية المسيحية وهو يعلم وقال أن الخلاف المسيحي المسيحي هو سبب أساسي بهذا الموضوع بالذات لذلك باعتقاد الرئيس بره يحتفظ بهوامش وأن نحكم بشكل نهائي عن التسييل السياسي لموقفه بقلب الجلسة من المبكر الحديث عنه يعني من المتوقع برأيك أن نكون في وقت متسع من الوقت قد نكون أمام مفاجآت والأمور مش محصومة والدليل أنه يمكن كمان حتى في نواب تغييريين محترمين مواقفهم المبدئية رغم أنهم يميلون للسياسات الأمريكية ورغباتها بس مش قبلانين على حالهم أنه يطلعوا يكسروا مصارهم كله فقط من خلال عملية تصويت إلى علاقة بتمديد وانتبهي حوضي بناده بأن المؤسسات هي تتولى إعادة إنتاج نفسها من خلال الأطر القانونية دكتور بمعزل عن ملف التمديد بس هيدا الانقسام العمودي حيال العماد جوزيف عون اليوم واللي صار ربطا بموضوع التمديد لأله ما بيقضي على صورته كمرشح ثالث رئاسيا يعني قدم العماد عون من قبل أكثر من فريق أنه قد يكون المرشح الثالث اللي ممكن يجمع طرفين نقيد حوله اليوم اللي عم بيصيره ده بيقضي على هيدا الصورة هلأ هو المشكلة الإضافة هون أنه اسم العماد جوزيف عون كمرشح ما إيجا منه ما إيجا من قوى سياسية داخلية رشحته وعنده عدد نواب وعملة لوبينج لصالحه لا تدعمه وترفع فيه الاسم أتى من الخارج وسليمان فرنجية وللتاريخ المبادرة الفرنسية اللي رشحته كانت بعد أن قامت أطراف داخلية بإعلان ترشيحه في حينه حتى هون نبريه لسليمان فرنجية من أنه الخارج هو الذي يسمى من هون هذه الأطراف الخارجية اللي أتت تدفع باسم العماد جوزيف عون كانت تدفع به من خلال رؤية معينة ستايل قد يلائم مرحلة هني شايفين البلد جاي عليا حكيتي أنت قبل شوي عن معالمة لكن هل هذا خدمه والله أذاء أنا برأيه هيدا أضر بفرصة الرئاسية عمل إرباك لمسألة كونه مرشح فرض عليا أنه يطلع في بعض المرات وينفي هيدا الأمر يمكن خليه بلحظات على تنافس مع أسماء هو ما كان بيتمنى أنه يلاقي حاله عم يطرح بالتوازي مع احترامي لكل الناس يجو جيبوه ضمن لائحة من ثلاثة أو أربعة وهو شايف حاله أنه خارج هيدا الأمور كلها وعلى هيدا الأساس الإصرار الإضافة الآن عقليا ومنطقيا يقول أنه لكي يستطيع العماد جوزيف عون الوصول إلى سدة الرئاسة يجب أن يكون بهذا البلد في حدا مهزوم وفي حدا منتصر هالأد المسألة أصبحت كاسرة ولم تعد خاضعة لتوازنات أو للعب التدوير زوايا أو لمساحة وسط وبالتالي أصبح هو محسوب كليا على الطرف الذي يقتل في غزة أمريكا هي اللي عم بتقود المعركة مع الفرنسيين والإنجليز وهن جايبين خيار كبير على المنطقة ويبدوا أنه بدون يرتبوا وضع لبنان من خلال أولبته بقلب هذا الخيار الكبير وعم ينحك عن مؤتمر على مستوى المنطقة وحكى عنه لدريان وهون في طرحين لحظة لحظة يعني نحن رايحين إلى مرحلة من الاشتباك السياسي الكبير أنا برأي البلد بظل هذا المستوى من التعاطي الخارجي الذي لا يحترم التوازنات الداخلية وتحريق قوى بالداخل لأهداف وظيفية حدا منهم هلأ موجود بزيارة لأمريكا هذا التحريق يجعل البلد مطلوب منه أن يكون منقسم داخليا انسجاما مع المرحلة المقبلة وإدخال الضغوط إلى داخل البنيان الوطن الداخلي هكي بيصير سهل أكتر لذلك هذا التهويل بالـ 1701 هيدا الإصرار على تدخل الخارج بأمور إلى علاقة بالسيادة الوطنية وبالمناسبة الوزير بيصيل لما كان حبيث صاخب مع لدريان ولدريان روى لسفراء عرب التقاهن باللي صار بينه وبان الوزير بيصيل الوزير بيصيل كان عم بيدافع عن الموقع السيادة اللي هو بيحترم في حاله واللي بيفترض فيه احترامه على الآخرين اشتركوا في القناة